يوم الأحد تشكيل أو انعقاد أول جلسة لترديد القسم ما المختلف لهذا البرلمان عن البرلمانات السابقة تحياتي إلك و للدكتور العزيز و لجميع مشاهدي هذا البرنامج الحيوي والحلو يعني لا أعتقد لغاية الآن مثل من تابع أنه يوجد جديد للأسف الشديد تأمننا أن يحدث الجديد الجديد الذي يحمل طابع التغيير سيما أن هذا البرلمان أتى عبر الانتخابات المبكرة التي طالبت بها الانتفاضة و قدمت الشهداء و أعداد كبيرة من الجرحى و المعوقين و المغيبين و كان الهدف الأساسي هو إحداث تغيير تغيير موازين القوة بين القوة المتنفذة و دخول قوة جديدة و لكن بما أن الانتخابات تمت بشروط هي لمصلحة المتنفذين من بيئة انتخابية و من قانون و من كل الأمور الأخرى و قاطعها عدد غير قليل من العراقين جاوزت النسبة مالتهم 65% و من اشترك بالانتخابات راد تغيير و لكن كل المداولات اللي قاعدة تصير و ما يتسرب منها لم تبحث برنامج تغييري لم يبحث برنامج أصلاحي و إنما البحث يتم كيف يتم توزيع المحافظة لكن صوت المعارضة هذه المرة داخل البرنامار صوت عالي هذه المرة داخل البرنامار هذا ما نتأمله من عدد محدود من المستقلين اللي بالتأكيد يعني عددهم رؤية و عددهم برنامج و يستندون إلى مطالب تشرين و المنتفضين هؤلاء نتأملهم أما من سيكون معارض الذي لم يحصل شيئا من المحاصصة أو لم يقبل دخوله ضمن الصفقات و يدعي المعارضة هذا ما رح يكون معارضة هذا يكون مناكدة و هناك خلاف كبير بين من المعارضة الحقيقة اللي يستند إلى برنامج و بين من فقد فرصة السلطة و رح بيك مرة ثانية رأيك بي تشكيل المعارضة داخل البرنامار رح تكون شكلية فعلية شون رأيك في البداية تحية لك السيد رائد والأخ سيد جاسم و ألف تحية و حوب للجيش العراقي في هذا اليوم ذكرى تأسيسه أنا أعتقد ربما يكون دائما هناك طموح و هناك واقع الواقع السياسي العراقي الذي أفزته نتائج ما بعد عام 2003 لم نذهب لا باتجاه دولة مؤسسات حقيقية على مختلف الصعود سواء كان تشريعية تنفيذية و بقية الجهات و لم نذهب حقيقة باتجاه مأسسة نظام جديد و لعل السلطة التشريعية واحدة من هذه المفاصل في كل النظم الديمقراطية هناك حكومة و هناك معارضة و حتى العراق منذ تأسيسه بالمملكة العراقية كانت هناك معارضة حقيقية في هذا الإطار هل في العالم أكو حكومة أو برلمان بدون معارضة؟ يعني أولا كل دول العالم ليس هناك شيء حكومة بلا معارضة بل إن المعارضة تكاد تكون أقوى من أي سلطة أحيانا التنفيذية وبالتالي هناك حكومة ظل وفق المقاييس الأنظمة الديمقراطية يكون الوزير في حكومة الظل متهيئ لكي حقيقة حاضر في المشهد السياسي في العراق اليوم أنا تسألني لا متفائل جدا ولا متشائم لكن أقول نحن اليوم لدينا كتلة معارضة تعلنت عن نفسها هي تضم حقيقة مجموعة من القوى السياسية سواء كانت حركة تشرين امتداد اشراقة كانون الجيل هذه برمتها تمثل تحدي للقوى السياسية لأن القوى السياسية في العراق إشكالية وين؟ كلهم يركبون في باس السلطة حينما حضور أزمة في المشهد السياسي ينزلون يشكلون حائط صد بالمعارضة والمحصلة من تقبر الأزمة يرجعون يركبون في باس السلطة ما الغاية هذه المعارضة فاعلة أم غير فاعلة شكلية أم راح تقدر أسوي شيء في ظل هذه القوى السياسية الكبيرة المسيطرة على البرلمان أو الوضع السياسي العراقي من بداية 2003 ولهذه اللحظة أعتذر من جنابك كريم أروح لهذه